ماذا فرقك في السعودية؟ السعودية 2009 تغير عن السعودية اليوم اختلاف 180 درجة، كل شيء تغير السوق تغير، صار في انفتاح اليوم، ولكنها من التكاليف ارتفعت عندك السعودة، وعندك القيم المضافة فتحتاج الـ adjustment على الـ business وهذه الفترة التي نمر فيها الآن فترة الـ adjustment لأنها ارتفعت عليك التكاليف فنضطر أن ترفع الأسعار، نضطر أن نتغير في بعض الأشياء التي ماشي عليها في الـ business plan أو في الـ business model بحيث أنه تكون فيه جدوى اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار كل هذه التكاليف الإضافية مع التغيرات التي موجودة، صار فيه قبول أكثر حق الـ concept التي نرى مناسبة لكويت صارت الآن مناسبة للسعودية مثل سرايدر ستيشن، سرايدر ستيشن في بدايتها كان شبابي، وليس لدينا قسم عائلات، وقسم شغاله، وقسم واحد هناك موسيقى، وفي ديجي، وفي هذه الأشياء ما كنا نرى لها سوق في 2009 في السعودية إلا متوفرة بكثرة سواء كان concept من الكويت أو مطاعم سعودية فصار الأمر طبيعي وبالعكس الناس، السوق يبيجي فتغير السوق فصار الآن فيه فرص مختلفة